في حكاية روبي ساميل ويفي البرحبت تدوينه دونك تدوينه طويلة عريضة هيفا ينتقد فيها حضور وسهرة روبي اللي كانت نهار السبت في سوسا كيف كيف الضامن مع مغني الراب نغدو لكن هو في حديثه على روبي ما قالش الفنانة قال المواطنة كيف كيف زاد على هذا قال انها اخذت مية وخمسين مليون كاشا متاحا دونك الكاشا متاع روبي اللي كان في تونس في سهرية السبت في سوسا مية وخمسين مليون دونك روبي جيت الاربعة متاع السباح وغنت الاربعة متاع السباح دونك وساميل انتقد العباد قال انو العباد وقت اللي طلعت روبي لاربعة متاع السباح دونك العباد ما كانتش مستوعبة وما كانتش يعني فاهمة روبي فاش تغني ولا تشتح قال ما نعارش رسكوا روبي فنانة ولا يعني راقصها شبهها ساميل الوافي سعرها هي نجمة التسعينات بانتياز تحب ولا تكره ورجعت بقوة في 2021 واحدة وعشرين الفين وثينة وعشرين عامها بصراحة واحدة وعشرين. حتى تانية وبلاستيك. دونك حتى العودة متاحة كانت من. سيب عمنا و لذيك اللي اشتحنا علي. خلي عادة التمثيل اذاك ما نحكيه وش على الانتاجات والمسلسلات وافليم وما نجموش. والاهم انها ما كبرتش دونك رو بنفس الله وعلمش تعمل حتى هي زيدة. سبار 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 ومية تشر برشة مية وتكر برشة غلة وخضرة وكن الموضوع اذاك به به. اوكي. وترقد بكري في الليلة. هوم مير قدوش اسمهم كالفين هاريس مع فاريل ويليامس وكيتي بيري اسمهم بتوت سويت في فيلس وراجعين مع اخبار اشرف البرهومي مازال عنده ما يحكينا اكل الفسقية والامور اللي سايرة وكل خاصة العجيبة في اه متار كرتاش كما سمعتم مع الرفماك.